أعتقد هذا السؤال يحتاج إلى حلقة لأن نقول ما يجب على الأمة تجاه هذا النبي كلام كثير لكننا نوجد القول في كلمتين الإيمان والحب والحب والذي نريد أن نركز عليه حب النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعانا إلى أن نكسر من الصلاة والسلام علي الذي جعلنا نسمّن هذه المبادرة من سيادة وزير الأوقاف ووزارة الأوقاف بالصلاة على النبي بالصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولهجت ألسنة جماهير المصريين بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هذا يعني يجعلنا نقول هذا أقل ما يجب على الأمة تجاه سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم على مستوى الأسرة صغيرة إيه دورها في ترسيخ هذا المفهوم وهذا الجانب من العقيدة فضل الدكتور السعيد الحب والتأسي والاتباع والاقتداء قال الله سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي إذن ما أحواجنا جميعا أن نتمحور حول هذا الاتباع لسيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم آباء وأبناء وإخوة ورجال ونساء كلنا أن يلقن بعضنا بعضا وأن يجذب بعضنا بعضا إلى ضرورة أن نكون قدوة لغيرنا في محبة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحب وهذه كلمة فيما أظن كبيرة جدا يعني هناك من يقول صحيح الاتباع ونحن معه لكن أنا لكنني أريد أن أؤكد على مسألة الحب قبل الاتباع لأن مسألة الحب دافعة إلى الاتباع نعم وحينما تقلد بحب أعتقد أن الشيء يكون نابعا من القلب لكن أن تقلد فقط أو أن تتأسى فقط لكن دون أن يكون ذلك عن حب عن شغف مسيدنا الحبيب المصطفى المسألة كما يقولون تفري يعني صحيح صحيح